وإياكم هذه الخريطة مشاهدين توضح المناطق التي دوت فيها سفارات الإنذار في تل أبيب وما حولها وذلك بعدما أعلنت كتائب القسام إطلاقها لرشقة صاروخية هي الأكبر على ما يبدو منذ بداية الرشقات الصاروخية تجاه تل أبيب في حين الجيش الإسرائيلي يقول أنه تم رصد إطلاق صاروخين فقط من قتاع غزة باتجاه تل أبيب وتم اعتراضهما باستخدام القبة الحديدية ومقلع داود ولكن كما كنتم تتابعون معنا قبل قليل مرسلتنا كريستين ريناوي قالت بأن هناك تشكيك أساسا إسرائيلي برواية الجيش حول وجود فقط صاروخين لأن صفارات الإنذار كما تتابعون على هذه الخارطة ضوت من هرتسيليا إلى زدود مريرا بتل أبيب تقريبا على طول هذا